السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم 1 مارس لمغرب غلق الحدود مع جوج دول إضافية من أوروبا ألا وهي بلجيكا وإيطاليا دبا شنو هي الطريقة اللي غادي الناس يعملوها باش يرجعوا بحالهم إما لإيطاليا أو لبلجيكا خصوصا أن الإعلان هذا يعني ما معرفش فوقاش غادي ترجع تتحل الحدود مرة أخرى أول حاجة غادي نبقى مع الإعلان ونشوفوا هذا الإعلان هذا الصغة دياله والطريقة لي جابيها الإعلان ونتأكدوا بأن را تشدد الحدود الجوية ما بين بلجيكا وإيطاليا كما نقول لكم دائما هذا هو دك الطابل اللي فيه كتعلق شركة طيران وهيئة الطيران الوطنية بحال هيئة الطيران المغربية أو للبلجيكية أو للإيطالية وجميع الدول اللي كتعلق فيه الإعلانات ديالها حول ما كل ما يخص الطيران والمطارات هنا هيك نشوفه آآ مهم بالإنجليزية عادي نقرأها بالعربية ديركت يقول لك جميع الرحلات من وإلى بلجيكا وإيطاليا تم توقيفها إلى غاية أو لا إلى إعلان آخر وكذي في الإعلان يقول جميع المسافرين من هذه الدول أو جميع المسافرين اللي بغين يدخلوا المغرب انطلاقا من هالدول وعادي يمروا ترونزيت يعني عبور عبر دول أخرى يمنع عليهم الدخول إلى المغرب إذن هنا هي بشكل واضح فهمنا بأنه صافي يعني الدول المسافرين والمهاجرين المغاربة المقيمين والسواء يعني إيطاليين ولا بلجيكيين ما يمكنهمش يدخلوا للمغرب لا بطرق مباشرة يعني عبر رحلات مباشرة أو لا يعني عبر دول أخرى مثلا يدوزون إسبانيا ولا فرنسا ويدخلوا للمغرب إذن هذه عرفناها الآن شنو هو الحل بالنسبة للناس اللي ديجا في المغرب وباغين يرجعوا الناس اللي باغين يرجعوا من بلجيكا بإمكانهم ياخدوا رحلة من المغرب سواء مع الخطوط الملكية المغربية أو لا مع إيبيريا من الدار البيضاء من كازابلانكا أو للخطوط الملكية المغربية ركتعمل من راكس مادريد تانجا مادريد أو لا الدار البيضاء مادريد وبلاش نقول لكم مادريد يعني الحاجة اللي أنا عارفها ومن مادريد ياخدوا رحلة أخرى لبروكسل احسن حاجة هو ادبشي من وكالة اطفال واخد بيه مشروك اللي كتاخد بيه ديركت مثلا من الدار البيضاء لبروكسيل فاحتى اذا كان عندك الباجاج رح كيتسجل وكيمشي حتى لبروكسيل ما كتحتاج تتمشي تقلب عليه هنا في مدريد وانما فقط كتنزل من الطيارة وكتشي تبدل طيارة اخرى اللي غدي تمشي لبروكسيل بحالي كتشوفوا مثلا من النهار دي الغداجوش كينجوش الرحالات من مدريد من بريوكسيل كين وحد الرحلة كتمشي في الصباح في ثمانية وخمسة واربعين وكين رحلة اخرى كتمشي في العشية في الخمسة واربع يعني الى اخذت رحلة من كازابلانكا للمدريد تقدر تشبر الرحلة دي العشية دي الخمسة واربع من مدريد من بريوكسيل وبحالي قلتكم احسن حاجة مشين وكالة اصفار ولا وكالة دي الخطوط الملكية المغربية كذلك فهما بامكانهم يحجزوا لك بيه يعني ديركت من المغرب الى بريوكسيل مع اسكال او الترونزيت عبر مدريد هذا فيما يخص بريوكسيل يعني بلجيكا انه في صحيح كذلك بالنسبة للناس اللي بغين يمشيوا وارجعوا بحالهم من ميلان مثلا مطر دي الميلان في ايطاليا فبامكانهم يجووا للمدريد ومدريد مدريد يمشيون ميلان كينجوجوا رحلات كذلك واحدة في ثمانية وخمسة دقيقة دي الصباح من مدريد وواحدة في الربعة وخمسة واربعين دقيقة دي اللاشية بامكانهم يمشيوا للينات دي يعني ميلان ده بغتي نوريكم باقي الرحلات اللي يمكنكم تريد فيها من مدريد لايطاليا لانه كينكسر من المطر واحد كيمشي واحدة بسبال الايطاليا را كينكسر من الرحلة واحدة مازال بريكسيل كيف رحلة واحدة هنا مع ابريها يعني اللي تقدر تدير فيها الترانزيت ولاش انا كنأكد على الترانزيت لان الترانزيت كتشري اللي كتمشي فيه من المغرب لمادريد ومن المدينة اللي انت ماشي ليلة يعني وفي المغرب كيعطيوك ذاك الكارت دون باكمو ترخيطة دينباركي بوردين باس كيعطيوها لك في المغرب وكيعطيوك حتى ديال اللي عايتمشي فيها من مادريد لدولة اخرى وبالتالي انتك مني كتجي فيه دك جوج ترخيطة دينباركي هنا هي كتكون مرتاح غير كتوريهم للترخيطة كيوريوك في انت ماشي وما كتكون شي مشاكل كتيرة بالنسبة للمادريد اه روما كينجوج رحالة كين رحلة كتخرج في تمانية واربعين دقيقة وكين رحلة كتخرج في الربعة وعشرة دقائق من الهناية من المادريد يعني احسن رحلة قادي تجين الناس من زينا يمكن هي ديال ربعة وعشرة دقائق بس كيجيوم المغرب اما مع ايبريا او لا مع الخطوط الملكية المغربية في نصف النهار وفي العشية كي يخدو الرحلة ديالوم الفيميتينو الروما فيميتينو نشوفوا مطارس اخر ديال ايطاليا نشوفوا بولونيا مثلا بولونيا كين رحلة كتبشي من مادريد في الربعة وخمسة وثلاثين دقيقة نفس الشي يعني لاجتي في الصباح ولا في نصف النهار مع روية الارمان روك راك غادي تمشي البولونيا في الربعة وخمسة وثلاثين دقيقة ولكن عندك الباجاج ولا دي راك يصردو هني شان حسن بولونيا يعني ما كتنزلش هنا يتقلب عليه فقط كتنزل من الطائرة تبدلن طائرة اخرى والباجاج كيمشي كيمشي اوتوماتيك مو يعني الترونزيت كي اديوه للطائرة الاخرى قاعد يتديكم بولونيا نشوفوا مطارس اخرين في ايطاليا ميلان باليرمو بيسا تورين فينيسيا مثلا فينيسيا ما كناش نشوفوا شعر حساب النهار نهار ثلاثة نهار ثلاثة كي نريح لان فينيسيا من ثمانية واربعين دقيقة دي للصباح يعني تقدر كذلك تجي في العشية تبقى هنا يلا غضة في الصباح تمشي مثلا فينيسيا ميلان مالبينسا مطر اخر ما كينش نهار ثلاثة نهار ربعة كذلك ما كينش نهار خمسة كين رحلة ديال مادريد مالبينسا كتخرج في ثلاثة وخمسة وخمسين دقيقة نفس الشي اذا جيت مع الخطوط الملكية المغربية سواء من مراكش كين رحلة من مراكش للمادريد كين رحلة من تانجا للمادريد تقريبا كين نزلوا هنا يمع المبيل الحداش والوحدة لا تقدر تشببا رحلة ديال الاشية ديال الربعقة القسم وتمشي بحالك للميلان مالبينسا مطارات من الرحلات من الهناية من مادريد لايطاليا كين بزاف كين الايطاليا ولكن الايطاليا خصيك تبديل خصيك تبديل ترمينال وصعيبة شوية شوفو ميلان ميلان كذلك كين رحلات الميلان يعني لكنت المدينا اللي قرب عليك ميلان كين اللى مطار ديال اللي ناطا ومالبينسا بجع ключ به كان المطار ديال اللي ناطا ميلان كتخرج في ثمية وخمسين دقيقة والمطار ديال مالبينسا يتخرج في الربعقة القسمية هذيك اللي قمنا. اذا هندي بعض الحلول للانسان يعني لبقى ده بحاصل في المغرب وبغير رجع بحاله الايطالية بامكانه يعمله خصوصا ان اسبانيا الحد الساعة الحد الساعة فما كتعمل شي شي يعني شي مشاكل بالنسبة الناس اللي كيدوزوا عندها ترونزيت من دول اخرى وخصوصا الدول اللي ملغية معها الحدود. بحل يقول لكم الدي واحد يومين رهما بزاف دي الناس كيجو كيمشيون المانيا كيجو كيمشيون هولندا وما كينش مشاكل. بحل كتشوفو هنا كين كدلك ايروروبا. وخانا ايروروبا ما كنا صحش الناس يعملوا مع هالترونزيت لانه ما عنداش الياه ما عنداش يعني ماشي مرتبطة مع رواية الارمار روك ماشي بحال ايبريا. ايبريا مرتبطة مع رواية الارمار روك وكين يعني سهولة في العبور. هدي بعض الحلول اللي حاولت نساعد بها الناس اللي فجأوا هاد القرار هادا ويعني بقوا حسلين في المغرب في الساعة هدي. ولو ان الامور يعني ماديا غادي تكون قاس حاش شويش. الحاق الناس اللي عندهم خدم سمو بغين يرجعوا بحالهم العمل ديالهم والعائلة ديالهم والبلاثة ديالهم. فكنترنا هدي واحد طريقة مزيانة يدوزوا الترونزيت ولكن عافاكم امشيون واكارة الاصفر احسن.